النهاردة هعمل شاورمة جنبري أقول لحضراتكم على المكونات ونمشي فيها خطو خطو زبدة فول سوداني خاص كبوتش أو طماطم وبصل أخضر عيش جنبري زبادي توم ولمون هسوي الجنبري الأول عادي خالص في شوية من الزيت والتوم شوية من زيت الزتون ناخد التوم هتبل الملح أو هحط الملح بعد ما أطلع من على النار أو بعد ما أطلع الجنبري من على النار طبعا الجنبري لازم يكون متنظف من الظهر الكيس بتاع الرمل أو كيس الفضلات اللي في الظهر لازم نشيله دلوقتي بقى قدر أحط الملح وأنا مش هلقان خالص مش هيحصل حاجة مفيش حاجة يعني حتى لو طلع ميا كده خلاص وعندي اللمون هحط عليه شوية من اللمون هقطع العيش كده نصين نص هنا ونص هنا وأجيب معلقة وأبتدي أرس المكونات يعني أحط بقى زبدة فول السوداني تاني لو مش عايزين زبدة فول السوداني ممكن نستغنع عنها خالص نحط بس معلقة صغيرة علشان نجرب وبعدين ناخد ورق كده من الخاص نحاول بقى على قد ما نقدر نروس الجنباري ده بس من غير ما نزود قوي علشان ما يبتديش يقع من السوداني موسيقى 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 موسيقى